أهلا بكم أعزائنا طلبة وطلبات دبلوم المدارس السنوية الصناعية تخصص الزخرفة والإعلان والتنصيق أينما كنتم وفي كل مكان في حلقة جديدة من حلقات مدد تاريخ الفنون الزخرفية يسعدنا اليوم أن يكون معنا ومعكم ضيفنا الدائم مستر إبراهيم خليل أهلا بك أهلا بك أهلا بك كما يسعدنا أعزائنا الطلبة وطلبات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية والوطن العربي أن نتلقى استفساراتكم على تليفون رقم 257-561-87 موضوع حلقاتنا اليوم أعزائنا الطلبة والطلبات الفن المصري القديم هنتناول في هذه الحلقة أهم الحرف والصناعات التي تميز واشتهر بها وامتهنها الفنان المصري القديم يتفضل أستاذ براهيم يقول لنا الحرف والصناعات بتاعة الفنان المصري القديم أهلا بكم أعزائي طلبة وطلبات ديبلوم المدارس السنوية الصناعية في تخصصنا الجميل تخصص الزخرفة والإعلان النهاردة بنستكمل باقي حلقات الفن المصري القديم تناولنا بالشرح في الحلقات السابقة نشأة الفنان المصري وعرفنا هو نشأ إمتى وإيه العوامل التي أثرت على الفنان المصري وإيه المؤثرات التاريخية والمؤثرات المختلفة اللي أثرت عليه النهاردة بنستكمل مع بعض أهم الحرف والصناعات التي تناولها الفنان المصري على مدار الفترة الزمنية اللي هو كان عايش فيها معنى كلمة حرف وصناعات معناها الحرف اللي هو قام بيها الأعمال الفنية التي قام بتنفيذها الفنان المصري في مجال حياته على مختلف العصور اللي هو كان بيبرن بيها عرفنا أن الفنان المصري مر بعصور كتير قوي وسمى هذه العصور بأسماء مختلفة مثل العصر العطيق وعصر الدولة القديمة وعصر الدولة الوسطى وعصر الدولة الحديثة والعصر الكبتي والعصر الهريكي كل عصر وكل فترة زمنية من هذه الفترات قاموا بصناعات مختلفة استخدم جميع العناصر الزخرفية اللي احنا تناولناها بالشرح في الحلقات السابقة مثل العناصر النباتية زي ظهرة اللوتس زي ظهرة الأنتيمون البردي الروزيتا سعف النخيل عناقيد العنب كمان استخدم العناصر الحيوانية رسم جميع أنواع الحيوانات التي كانت في بيئته الزراعية فيما عدا الجموس والجمل استخدم كمان العناصر الهندسية الخطوط المستقيمة والمنكسلة والمنحنية والدوائر والأشكال الهندسية المختلفة سواء كانت على جدران الكهوف والمعابد أو على التوابيت الخشبية أو على مداخل المعابد المختلفة مثل معبد أبو سنبل ومعبد القرنك تناولنا كمان مع بعض من ضمن العناصر العناصر الرمزية التي كانت يؤمن بيها الفنان المصر وهي عقدة البعث والخلود هو ما كانش بيؤمن بحاجة اسمها موت ولكن كان بيؤمن أن اللي بيموت بالنسبة له في الفترة الزمنية اللي هو عاشها كان بينام فترة طويلة فترة من الزمن فأدت به إلى بعض العناصر الرمزية التي كان يستعين بيها في عقدة البعث والخلود مصر الجوعران المجنح وكرس الشمس المجنح تناولنا العناصر الدينية وقلنا أن معظم العناصر الرمزية اللي كان بيتناولها الفنان المصري في ذلك الوقت معظمها كانت رمزية تناولنا عناصر الكتابة وهي المصري الوحيد الذي قام باختراع الكتابة الهيروغلوفية ودي كانت مثل صبق العالم كله باسلوب الكتابة وكمان تميز بزراعة نبات البردي خصيصاً للكتابة عليه باللغة الهيروغلوفية وكان بيدون عليه بعض الأوامر الملكية التي كانت تصدر عن طريق الملك في ذلك الوقت مثل تتعنخامون راعة حطمس إزيز أزريس وما إلى ذلك من الأليهة والأمراء والأميرات التي كانت حاكمة للفترات الزمنية المختلفة كان بيسجل عليها بعض العنوين الرئيسية لرحلات الأمراء والملوك بمعنى الأمير تتعنخامون الملك تتعنخامون على حسب التسمية اللي كانت بتطلق عليه في ذلك العهد كان بيقوم برحلات صيد فيه طأم متخصص للأمير أو للملك بيدون هذه الرحلات على تبلغات على جدار المعابد بيسجل فيها الأمور الشخصية بتاعة هذا الأمير من خلال رحلة الصيد الذي كان يكون بيها من الذي كان يصاحبه من خلال هذه الرحلة كان بيروح فين وإيه اللي أدى إلى النواتج هذا الصيد سواء كانت رحلة صيد أو رحلة حربية أو رحلة طرفهية أو إذا ما احنا بنقول كده رحلة نيلية ده عنصر ما كانش موجود في العناصر السابقة ما كانش الفنان البداي لسه وصل إلى اختراع الكتابة أول ما نخترعه اللغة الهيرغلوفية هو الفنان المصري القديم إذن أعزائنا الطالبة والطالبات ملخص الحلقة السابقة ممكن نقول عليه سؤالين مهمين جدا السؤال الأولاني بيقول ما هي أهم عناصر الزخرافة المصرية القديمة أو عناصر الزخرافة التي اشتهر بها الفنان المصري القديم زي ما قال مستر أبغاهم عناصر نباتية طبعا ونقول التفاصيل بتاعتها عناصر حيوانية عناصر هندسية عناصر عقائدية رمزية مهمة جدا والكتابة الهيرغلوفية وممكن يجي السؤال الثاني يقول كانت رسومات المصر القديم على جدران الكبور والكهوف والمقابر إخبارية وضح بالشرح هذه العبارة لما يجي يكلمني بقى على الصناعات زي ما ذكرنا موضوع حلائتنا اليوم إن شاء الله الفنان المصري برع في صناعات كتيرة جدا جدا تكاد تكون تصل إلى 13-14 صنع أو حرفة هو كان بيسميها الحرف والفنون التطبيقية حرفة يعني صنعة تطبيقية كان بيطبقها فأول هذه الصناعات التي كان يكون بإنشاءها هي صناعة القوالب الصب ماذا تعني كلمة قوالب صب؟ قوالب صب دوت هو عايز يعمل شكل معين زي ما احنا ما بنقول عايز يعمل طبلو زي ما احنا ما بنقول عايزين نعمل قرانيش أو صرر الزخرفية اللي بتتعلق في الأسكف هيعمل ايه؟ لازم يعمل لها قالب فبيقول لي قوالب الصب ديت معناها ايه؟ بيقول العصور على قوالب في ذلك العهد بتاع الفنان المصري تم العصور على قوالب لصب المعادن مبطنة من طين رمادي ناعم جدا حسب السعة والحجم يعني ايه حسب السعة والحجم؟ هو عايز يعمل التمثال عايز يعمل الشكل اللي عايز يعمله بحجم قد كده فكان بيوظف له قالب على حسب المساحة والحجم اللي هو عايز يعمل به كانت مغلفة بطوب حراري سميك ماذا تعني كلمة طوب حراري؟ على اساس انه هو لو هيستعين انه هو يولع حواليها زي ما احنا بقوله كده هيدخلها جوه الافران فالطوب دوك ما يتأسرش وما يبدأش ان هو يبقى رماض بعد التسخين لأ هو واسق ان الطوب ده حراري والطوب الحراري ما بيتأسرش فبيبدأ يقول ايه؟ الطوب حراري سميك وكشفت الحفريات عن تمثيل كثيرة التمثيل اللي اتواجدت في ذلك الوقت معانا اتصال من محافظة القاهرة ايوه مين؟ ايوه؟ ايوه؟ انا اسمي تقا ايوه يا تقا اه ممكن اكللي ازاك يا مصر اه تفضلي يا تقا معاك احنا على الهوا ممكن اكللم مستر ابراهيم؟ معاك مستر ابراهيم يا تقا تفضلي طيب فممكن اسأل حضرتك عن الصناعات؟ الصناعات المصرية القديمة؟ تمام ايه بالظبط يا تقا اللي موجود في الصناعات انت مش فهمها؟ اه الصناعات المعدنية ايوه؟ وصناعة الزغينك وصناعة؟ الزغينك حاضر. في حاجة تاني في الصناعات غير دولي يا تقى. عايزة بس اسأل عن الموقع الجغرافي. بتاع الفنان المصري. تمام. اوكي اصره يعني. اصر الموقع الجغرافي على الفنان المصري القديم. اه. حاضر يا تقى. حضرتك اه اه فيل التليفون واسمعينا عبر التلفزيون ان شاء الله عشان ندي فرصة لزميلاتك في الانتصالات الاخرى. نجاوب تقى على الا اه ولا اي رأي استاذ ماهر? اه نجاوب على الجزئية بتاعت الحرب. نجاوب على الجزئية دي تقابل الانتصالات التانية. ا اه. اه. تقى بتسأل على الصناعات التي سادت وانتشرت في الفن المصري القديم. بتسأل بالتحديد على الصناعات المعدنية. بنقول ان الصناعات المعدنية من اهم الصناعات التي ظهرت لداء الفنان المصري القديم. وقد برع في صناعة السيوف والخناجر والرماح. ادوات الحرب ما بين قوسين كان نقول الاسلحة وادوات الحرب المستخدمة. في صيد الحيوانات. والتي كان يدفع بها عن نفسه ضد كوى الشر الشخصية التي كانت تحيط به. في البيئة التي كان يسكن بها. وبرع الفنان في تشكيل هذه الاسلحة. بل لم يكتفي بصنعيها فقط. بل قام بزخرفة الايدي. سواء كان ايدي السيف او ايدي الرمح. خصوصا لما يكون الرمح دوت للملك او للامير. مش لعمة الشعب. هو كان بيرتبط بالتزين والزخرفة للاسلحة. لعمة الشعب اسلحة عادية. بينما الامراء والملوك اللي هما يعني زي ما احنا بقولوا كده الروس الكبيرة بتاعت الدولة. كان بيزخرف يد السيف او يد الرمح بتاعها. ويكتب عليها اسم الامير او اسم الملك باللغة الهيرغلوفية. كان ممكن كمان ان هو بيستعين ببعض الرسومات. سواء كانت الرسومات الهندسية او الرسومات الحيوانية. وكان بيلجأ كثيرا للاسد. على اساس الاسد هو القوة الحيوانية الخارقة. فكان بيرسموا على ايد السلاح. بتاع الامير هيبة وطعظيم وفخر للامير ان هو يبقى متماسك بهذا السيف التي تزين اليد بتاعه من الاسد. يبقى بينسب القوة بتاعة الحيوان القوي اللي هو زي ما احنا بقول عليه ملك الغابة للامير في ذلك الوقت. اما الصناعات المعدنية الاخرى فكان بيستخدمها عادية لعمة الشعب. ما كانش بيقوم بالزخرفة عليها. ولا بتزين اليدين عليها ولا بالرسم عليها خالص. كان بيبقى سيف عادي زي اي سيف احنا بنشوفه في الافلام بتاعة الافلام اللي اللي احنا متفرج عليها الافلام التاريخية. ما كانش بيكون بتزينها ولا كان بيكون بالرسم عليها نظرا لانه دي لعمة الشعب. يبقى نطلع من الصناعات المعدنية انه هو اكتشف معادن كتيرة الحديد النحاس البرونز الدهب الفضة. شكل منها اسلحة كثيرة. الاسلحة دي كان لم يكون بصناعتها فقط. بل كان يستعين بالرسم والزخرفة على ايدي الاسلحة ما بين كسين للملوك والامراء فقط. اه بنتكلم على الموقع الجغرافي الخاص بالمصري القديم. بنقول ان المصر القديم مصر عمتا بفضل ربنا سبحانه وتعالى علينا. مصر بتقع في موقع متميز. تقع في وسط قرة افريقيا. يعني زي ما بنقول كده يعني اه تحيط بجميع البلدان من جميع النواحي. مما ادى الى طمع كثير من البلدان لاحتلال مصر. ونتيجة الاحتلال دوت ادى الى طمع الهكسوس. الهكسوس اول من تطوع بالعمل عملية اكتحام واحتلال مصر كان على يد الهكسوس. نظرا لموقع مصر المتميز الذي كانت تنفرد به دون عن باقية البلدان. فده حاجة اساسية ادت الى الطمع في مصر. اه ومعانا دلوقتي اتصال من الطالبة آية من المحافظة للقاهرة. اتفضلي يا ايا. ايوة ايا تفضلي. ايوة. ايوة. انا كلمنا استاذ. معاك يا ميستر ابراهيم يا باب. معايا مين? ايا. ايا. اهلا وسهلا يا ايا. اهلا يا ايا. معاك اسأل يا ايا. ايا المؤسرات الدينية. ايوة المؤسرات الدينية. يعني ايه اللي كان بيأثر. المؤسرات الدينية التي اثرت على الفنان المصري. او. في حاجة تاني معاك يا ايا غير المؤسرات الدينية. المؤسرات الرمزية. المؤسرات. الرمزية. العلمية. ايه. ماشي حاضري ايه. تابعينا من خلال التلفزيون وندي فرصة لزميلاتنا انها تتصل. وانا ان شاء الله هجاوبك من خلال التلفزيون دلوقتي وانتي قاعدة بتتفرج قدامي قدام الشاشة. كده احنا بنقول شكرا لتوقع على سؤالها الاولاني. واحنا جبناك يا توقع باستفادة على الصناعات المعدنية والموقع المميز للفنان المصري. وعرفنا بالضبط ايه اللي ادى الى طمع الهكسوس في مصر من خلال الموقع الجغرافي بتاعها. السؤال بتاعي بتتكلم على المؤسرات الدينية. في عندي ست مؤسرات اثرت في الفنان المصري القديم. منهم المؤسرات الدينية. ماذا تعني كلمة مؤسرات دينية بالنسبة الفنان المصري القديم ما بين كوسين. لسه منزلش اي وحي من السماء. لسه منزلش اي دين. انما مؤسرات دينية من وجهة نظره الشخصية. حسب الفترة الزمنية اللي هو كان يسكنه وكان يعيش فيها. الفنان المصري من خلال الفترة الزمنية اللي كان يعيش فيها. كان عنده الاليهة والملوك والكهنة. رجال الدين هم دول الاليهة بتاعته. بمعنى ان اي اله او اي ملك يمسك الحكم. ويقول انا الاله بتاعكم. كل الاوامر بتاعته كانت بتدون على ورق الباردي من خلال اللغة الهيرغلوفية. وكانت بتنتشر انتشار كامل على اساس الدنيا تشوف فيها ايه. كان كل واحد من الخاصين اللي هم بنسموهم شيخ البلد. اللي هو كان بيدون للامير او للملك تعليماته زي ما احنا بقول كده التعليمات الرئاسة. بتنزل عندنا دلوقتي في التكنولوجيا الحديثة اللي احنا عشينا من خلال الصحف. هناك ما كانش فيه صحف كان فيه نظام ورق باردي. الورق باردي كان بيدون عليه جميع التعليمات التي تصدر من الطبقة الملكة. عن طريق اللغة الهيرغلوفية التي تدون على ورق الباردي. ويمر بيها رجال الدولة اللي هم الموظفين بتوعوا الحشية الملكية. يوروها ويقرؤوها على عامة الشعب. فمن هنا قلنا ان العناصر الدينية كانت معظمها رمزية ومعظمها نابعة من اوامر وتعليمات الرئاسة الملوك والاليها اللي كانوا في ذلك الوقت. آية بتسأل برضو على المؤثرات العلمية. المؤثرات العلمية رغم ان الفنان المصر القديم كان بيعيش بقيل عن التكنولوجيا الرهيبة والنت وما الى ذلك من المجالات الجميلة اللي احنا بنسكنها دلوقتي وبنعيشها دلوقتي. الا ان هو علم العالم كله. اساليب علمية ما حدش عارفها في العالم غير الفنان المصري. مثل اسلوب النحت. اسلوب العمارة. اسلوب الكتابة. اسلوب الفلك. علم التحنيط. الناس دي كلها اتعلمت من الفنان المصري الاساليب العلمية اللي ما كانتش موجودة. ولا كان حد بيفكر فيها خالص. ولكن المصري شح على مشاع على انحاء الجمهورية عشان يثبت قدرته وعلمه منذ البداية. شكرا لآية على اتصالها. نشوف معانا مين. معانا اتصال من طالبة امينة من القاهرة برضو. اه ايوة. مارينا. مين? مارينا. مارينا. اتفضل يا مارينا. اتفضل يا مارينا. انا عاوز اعرف العناصر الرمزية العقائدية والعناصر الدينية والعناصر الكتابية. ده انت عايزة العناصر كلها يا مارينا. عينينا يا مارينا. عناصر رمزية وعناصر. دينية وعناصر كتابية. طيب جميل. مارينا انت لسه فتحة للتلفزيون دلوقتي ولا فتحة من بدري? لا فتحة من بدري. طب ما احنا لسه متكلمين من اية. اية كانت زميلتك بتسأل على المؤسرات الدينية. ام. فانا هجاوبك حاضر يا مارينا. ميش. خليك معايا كده عبر الشاشة واغلق التليفون عشان ندي فرصة الالتصالات الاخرى. مارينا من القاهرة بتسأل على العناصر الرمزية للفنان المصر القديم. الواضح ان الفنان المصر القديم اثر في حاجات كتير قوي. بدليل ان جميع الطلبة بتاعت على مستوى الجمهورية. يعني مش عايزين نقول ان هما يعني بيكاد يكونوا بيفتخروا بالفن المصر القديم او الفن الفرعوني. زي ما احنا ما بنقول علم في العالم كله. العالم كله قلع القبعة للفنان المصري. نظرا للاعمال الكسيفة والاعمال الجميلة التي عايشين في ظلها حتى الان. مازال لحياتنا اليومية بنكتشف مقابر في المينيا في لقصر في اسوان في بانسويف. بيفتحوا المقابر دي تلاقوا فيها حاجات تاريخية ممتعة. ان ادى فانما يؤدي الى كمة وبراعة هذا الفنان. من العناصر الرمزية اللي بتسأل عليها بنتنا مارينا بتقول العناصر الرمزية للفنان المصر القديم. المصر القديم برع في العناصر كلها. ولكن اكتر عنصر عقائدي رمزي اثر فيه هو العنصر ده. ليه؟ هو كان بيؤمن بعقيدة البعث والخلود. زي ما شرحنا وقلنا وزي ما شرح لك في المدرسة ان ما فيش حاجة اسمها موت. الانسان اللي بيموت كان بياخد فترة نقاها فترة نوم. فترة نوم طويلة. فترة النوم دي كانت بتؤدي بيه ان هو بياخد وقت طويل. فكانوا بيدونوا له كل حاجته. ده بالنسبة لمين؟ ما بين كوسين للأمرة والملوك فقط. بينما عامة الشعب اللي كان بيموت منهم كان بيموت من دون تفكير فيه. هما كانوا بيعملوا الحوارات بتاعة البعث والخلود للأمرة والملوك فقط. فكانوا بيعملوا عناصر رمزية عقائدية. كانوا بيرسموا الجعران المجنح وقرس الشمس المجنح على مداخل المعابد. معبد يعني مكان لطلق الدين. زي ما احنا ما بنقول دلوقتي المساجد والقنائس. اماكن دينية. اماكن بيطلى فيها عبادات دينية. هو كان عنده المعبد مكان ديني. مكان ديني يعني ايه? يعني كان بيسكن فيه مع الكهنة ورجال الدين لدراسة الامور الدينية. مستر ابراهيم حضرتك بتقول ما نزلش عليه اي ديانات. يا فندم احنا بنتكلم على الفترة الزمانية التي كان يسكن ويعيش فيها الفنان المصري. ما قلناش دين نزل. ما قلناش لسه اي رسول من الرسل نزل. احنا بنتكلم على تفكيره هو. تفكيره هو كان بيؤمن ان هو لما يرسم حاجة رمزية على جدار المعبد او على بدخل المعبد من اعلى. هتعمله الى حماية. هتقدي الى تأمين هذا المكان. وخصوصا لما يرسم ارس الشمس المجنح. حاجة طبيعية موجودة في الطبيعة. ويعمل للشمس الدائرية جناحين زي النصر. فياخد قوة النصر مع ارس الشمس الاضاءة الكاملة. التي تشع وتملأ العالم كله بنورها. دي حاجة كانت من مفهومه الخاص. حاجة رمزية قوية امنية لهذا المعبد. كذلك استعانب نصر او احنا بنسميه الجعاران. احنا بنسميه في الزمن بتاعنا النصر. الطائر النصر هو يعتبر اقوى طائر. هو كان بياخده ويسميه الجعاران المجنح. كلمة مجنح ليه? لانه كان بيرسم له جناح بتاع النصر بس كان بيقول مجنح عشان بيطير ويلف العالم. كان بيرسمه بالنحت البارز او النحت الغائر على جدار المعبد من اعلى. احساس داخلي عنده ان النصر والجعاران دوت هيؤدي به الى امان هذا المعبد. اه كده جاوبنا على السؤال الاخير بتاع العناصر الرمزية من مارينة والعناصر الدينية. اه بعد ما اجابنا عن اسئلتكم والسفسارتكم في هذه الحلقة. بنروح للفاصل قصير. وبعد الفاصل بنستناكم ونستنى اتصالاتكم علشان نجاوب عليها الاجابة النموذجية ان شاء الله. اشتركوا في القناة 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 او. ايه تاني يا نوه؟ انا عايز اتسأل اللي هو عن البس هو كده موقع جغرافي والمؤثرات الاجتماعية والعناصر النباتية. والمؤثرات الاجتماعية والعناصر النباتية مع الرسم في الامتحان. ايه. اوكي يا نوه ماشي. شكرا على اتصالك يا نوه. بنقول لنوه الموقع الجغرافي هي فتحت القناة متاخر. احنا جاوبناها والسؤال كان من طوقة. الموقع الجغرافي مصر بتمتاز بفضل الله سبحانه وتعالى ونعم وعلينا وعلى ارض مصر كلها. فمصر بتسكن في موقع ممتاز من قارة افريقيا. فكانت مطمع لكثير من الناس. وعلى رأس هذه الناس الهكسوس. الذين برعوا في احتلال مصر. ولكن تردوا بعد كرة شر الطرد على يد تحطمس الثالث. وده هنقوله ان شاء الله بإذن الله في استكمال حلقتنا عن الفن المصري. مصر النتيجة التينية في موقع متميز فكان فيها طمع. نظرا لوجودها في وسط قارة افريقيا. وكانت بتحدها بلدان العالم من جميع النواح. ادى بيها الى طمع كتير من الناس. اما بالنسبة ليه المؤسرات الاجتماعية. المؤسرات الاجتماعية قلنا الفنان المصري برع في تصنيف الشخصيات اللي عنده. بمعنى ايه تصنيف الشخصيات? كل مرتبة مالكة لها حيز في الرسم. مش فاهم يا مستر حضرك تقصد ايه? يعني لما يجي يرسم طبلوع على جدار معبد. او على جدران سور بيحد بالمعبد من الخارج. او على البيت الذي يسكن فيه هذا الامير او هذا الملك. لازم يدون من بره الرسومات لهذا الملك. الملك ده الواحده? لا. الملك معه الوزراء ومعه الموظفين ومعه رجال الدين ومعه بعد كده جزء من عامة الشعب. الوصف التفصيلي لهذه الرسومات التي كان يكون بتصنيفها الفنان المصري. الاله او الامير نحط تحت منه كده ساوزان لاينز. الف خط. اكبر حجم ممكن في المساحة. نظرا لان هو رئيس الدولة. رئيس الدولة بتاعنا اللي احنا عايشينه النهاردة. انما هو الاله او الملك او الامير في ظل الفترة الزمنية اللي هما كانوا بيعيشوها. فلازم الامير ده يبقى ليه اكبر حجم. كمان عندي مشكلة هنا عند الفنان المصري. الاله او الامير دوت لو في عيب خلقي. عنده مثلا بطن كبيرة. عنده ايد تخينة او ايد رفيعة. عنده حاجة في عينيه. ما يبينهاش في الرسم ابدا. لان هو بيقول اعتقاد منه. ان هو لو طلع خلل في الاله او الامير يبقى هو بيدين الامير قدام بقية الشعب. فلازم الامير ده يبقى خالي من اي عيوب. كذلك كان بيجمله. بمعنى ان هو لما كان بينحط التماثيل من حجر الجرانيت كان بيعمل بحجم كبير جدا. وكان بيضخم له عضلاته. وكان بيعمل تعطيع وشه في اية من الجمال. كما لو كان هو مثلا عريس. زي ما احنا بيقول كده في لغتنا. وكمان كان بيستعين بالزجاج الملون ويضعه في العين. بحيث اللي ماشي او عامة الشعب لما تتفرج على ناحة هذا التمثال الخاص بالاله او بالامير. تحس ان هو حقيقي. لان عينه لما بتتحطي ازاز وتتلون مع الحجم الكبير يدي احساس ان الرجل ده طبيعي. بقية الامراء اللي هم زوجة الملك او الامير مع الاولاد. بعد كده الموظفين بعد كده عامة الشعب في ازهر حجم ممكن. دي المؤسرات الاجتماعية التي اثرت على الفنان المصر. السؤال بتاع العناصر النباتية ده سؤال جميل جدا. ويعني واضح كده ان هو يبقى من طالبها مميزة. بمعنى ايه? الطالب اللي يسأل اكتب ولو جاني رسم ارسم ايه? يبقى طالب يفكر كويس اوه في نموذج الاجابة بتاع الامتحان. عناصر النباتية امتاز الفنان المصري باكتر من سبع عناصر نباتية. ظهرت اللوتس. البردي. الانتيمون. الروزيتا. عناقيد العنب. سعف النخيل. كل دور كان بيستخدمهم في الرسوم سواء كان على الاسطح الخشبية او الاسطح المعدنية او الاسطح الجدارية. كمان كان بيستعين بيهم على احضار الجرانيت في الحفر الغائر او الحفر البارز. السؤال بتاع الرسم الحاجات دي اكتب في الامتحان. ممكن جدا يجيني رسمة في ورقة الاسئلة نفسها. فيها نموذج لظهرة اللوتس. ويسألني كالاتي ما هذه الظهرة? هجاوب بقول له هو نموذج لظهرة اللوتس. تاني سؤال يقول لي ما الفنة الذي يدرك او يبقى من ضمنه هذه الرسمة? او بمعنى اوضح عشان انت تستسهليها بتاعت مين ظهرة اللوتس دي? يا مستر هو ظهرة اللوتس دي مش مصري بس? لا. ظهرة اللوتس دي انتشرت في اربع عناصر. اربع فنون. اول من انشأها واختراحها ورسمها كان الفنان المصري. يا لي ان شاء الله في الحلقات القادمة فن ما بين النهرين او الفن الاشوري. ثم الفن الاغريقي. ثم الفن الروماني. يعني افهم من كده يا مستر ان هو ممكن يجيب لي رسمة ويقول لي كملي اقول لك برافو عليك.